توصلت لليوم الثالث على توالي أعمال لجنة المسار الدستوري الليبي التي تستضيفها مصر برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين وقالت مصادر الليبية إن اجتماعات المسار الدستوري تتواصل وسط أجواء تتسم بالإيجابية وحرص من المشاركين على التشاور لضمان إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي تعتبرات كما تطرقت الاجتماعات لبحث الآليات التنفيذية المطلوبة لإقرار الأساس الدستوري والتشرعي للانتخابات الوطنية بليبيا